اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعاً قصب القطن دية ما يجي على هيئة قطع فالمفروض ان احنا بنجرشها علشان الخرفان تقدر تاكلها تقدم العلائق المذكورة اضافة للمواد المالئة المتوفرة زي الدريس او التبن الاحمر وتقدم العليقة المركزة للخرفان بدءاً من 200 جرام في اليوم لحد 1400 جرام في اليوم وده على حسب مرحلة التسمين وعمر الخرفان ووزنها التقايد بالنسب والمواد العلفية المذكورة بيعطي مردود افضل وبالتالي يمنع حضر الاعلاف طيب ازاي نقدم الخلطات العلفية؟ طبعاً ما تختلف على حسب العمر احنا هنوضحها لحضراتكم من عمر يوم لحد عمر 100 يوم من عمر يوم لحد 14 يوم نسبة العلف المركز بتكون 25% ونسبة العلف المالي بتكون 75% من عمر 15 إلى 28 يوم بنزود نسبة العلف المركز لتصبح 35% ونسبة العلف المالي بتكون 65% من عمر 29 يوم ل56 يوم نسبة العلف المركزة بتزيد لتوصل 45% وبنقلل نسبة العلف المالي لتصبح 55% من عمر 57 يوم ل100 يوم نسبة العلف المركز بتوصل لـ 55% ونسبة العلف المالي بتصبح 75% اتباع النظام المذكور ده بيقدي لخفض نسبة النفوق الناتج عن احتمال إصابة الخرفان بالتخمة طيب تعالوا نتكلم عن برنامج تقديم العلائق بتحتاج خرفان التسمين بشكل عام لـ 3 إلى 3.5 من وزنها عليقة جافة متزنة فمثلاً لو مربي عنده 50 خروف متوسط وزنها 35 كيلو جرام فهي بتحتاج لعليقة مركزة يومية 37.5 كيلو وعليقة مالئة 37.5 كيلو جرام حيث يحتاج الخروف الواحد لـ 750 جرام في اليوم علف مركز ومثلها علف مالئ وده خلال المرحلة المتوسطة من التسمين يقسم العلف المركز والمالئ إلى 3 أقصام متساوية تقدم على 3 وجبات وجبة صباحية ووجبة الظهر ووجبة مسائية حيث يتم تقديم العلف المالئ وبعده بنص ساعة تقريباً بيقدم العلف المركز طيب تعالوا نتكلم عن تسمين الخرفان بطريقة تغذية الحرة تستعمل هذه الطريقة في بعض الدول حيث يتم خلط المواد العلفية المركزة زي الشعير والكسب مع المواد العلفية المالئة زي الدريس والتبن والمفروم بنسب محددة تكون في بداية مرحلة التسمين 3 مالئ إلى 1 مركز ثم 2 مالئ لواحد مركز وفي نهاية فترة التسمين بيكون 1 مالئ لواحد مركز وهذه الطريقة بتعطي معدل زيادة وزنية أكبر من طريقة التغذية المحدودة وهي بتخفض من نسبة النفوط لكن معامل تحويل الأعلاف بيكون أقل من طريقة التغذية المحدودة طيب دلوقت هنتكلم عن طريقة التسمين المركز التقليدية اللي هي الطريقة البلدية الطريقة دي بتعتمد على الخرفان الرعوية العشبية الواردة من البادية وبتم على ثلاث مراحل تدريجية في المرحلة الرابعة بيقدم الشعير بشكل حر المرحلة الأولى من عمر يوم لعمر عشر تيام عند بدأ هذه المرحلة وفي حال كون الخرفان صغيرة ومحدودة النشاط يقدم للرأس الواحد ثلاث وجبات بمعدل 250 جرام وكل وجبة من الخلطة العرفية مؤلفة من 33% كسب و33% نخالة و33% كشرة قطن و1% ملح طعام أما إذا كانت الخرفان بوزن 35 كيلو جرام وزاية نشاط واضح فيقدم لها 1 كيلو جرام باليوم من الخلطة المسكورة على ثلاث وجبات وده بيكون لمدة من 4 إلى 5 تيام المرحلة الثانية مدتها 20 يوم بعد انتهاء المرحلة الأولى ولفترة 20 يوم يضاف للعليقة الأولى من 1 إلى 2 كيلو جرام شعير للرأس الواحد وعلى 3 دفعات وبانتهاء هذه المرحلة يصبح الخروف مربوطا المرحلة الثالثة مدتها 30 يوم بيقدم فيها للخروف 1 كيلو جرام شعير يوميا مع من 200 إلى 250 جرام من التبن المرحلة الرابعة بيقدم فيها للخروف كمية مفتوحة من الشعير بشكل حر وقد تصل لكيلو و400 جرام في اليوم مع كمية 100 جرام تبن حتى انتهاء دورة التسمين وبيع الخرفان طب ايه هي مساوئ الطريقة البلدية اول حاجة ارتفاع نسبة النفوق وده نتيجة تخمة الخرفان نتيجة لتناولها كميات مفتوحة من الشعير تاني حاجة هدر كميات كبيرة من الشعير وعدم الاستفادة الكلية من هذه المادة رقم 3 انخفاض معدل تحويل الأعلاف بيساوب عدم توازن العليقة المقدمة وانخفاض نسبة البروتين فيها مياه الشرب يشكل الماء من 70 الى 80% من وزن الحيوان وله عدة وظائف حيوية ولا يمكن لعليقة التسمين ان تعطي نتائجها الجيدة الا بتأمين مياه الشرب النظيفة الدائمة ويحذر استخدام مياه البرك والمستنقعات لسقي خرفان التسمين لانها غالبا ما بتكون موبوءة ببويضات وديدان طفيليات داخلية وتختلف حاجة الخروف اليومية من الماء بحسب حجم الخروف وفصل التسمين وطبيعة التغذية والمواد العلفية ويبلغ معدل استهلاكه اليومي من 3 ل 6 لتر ماء بكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم عن تسمين النعاج والكباش المستبعدة نتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم في النهاية باشكركم لحصن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشارك في القناة فعال الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة